اشتركوا في القناة الكتب ندرة والزملاء الأفاضل بيكتبوا مقالات وبيزيعوا فيديوهات شرحة ودي حاجة جميلة بتسري العمل القضائي وبتعمل زخم احنا برضو محتاجين له في الوقت الحالي بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم اللي هو مسئولية المحامي عن المستندات اللي بيقدمها للمحكمة واخدها من الموكل الحقيقة قانون المحامي ما تعرضش في البداية بنقولنا قانون المحامي ما تعرضش للعلاقة ما بين الموكل والمحامي بخصوص المستندات اللي في مدتين المادة الأولى اللي هي المادة 89 المادة دي قالت ايه؟ على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئ عن الدعوة أو العمل الموكل إليه بمنسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إدعاءها في الدعوة وأن يوفي بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها بإسمه دي الفكرة الأولى من المادة 89 من قانون المحامي المصري الفكرة دي معناها أن انت كمحامي أما تاخد الورق من الموكل وقدمته في المحكمة لما العمل بينتهي بتسحب الورق ده وتدهوله تاني ده لو هو موجود في ملف الدعوة أو لو هو موجود معاك أنت بتدهوله الفكرة التانية قالت ايه؟ لا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوة أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة دي يعني ما بتديش الموكل الجوابات اللي جات لك من الخبر مثلا طلبات حضور من النيابة عشان خاطر التحقيق لا بحكم أن دي جات للمحامي نفسه على مكتبه لكن ممكن تديله تستخرج له صور من الأوراق دي على نفقته هو لكن الأصل بيفضل مع المحامي الفكرة الأخيرة قالت يجب على المحامي أنه بيديله صور من هذي الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته ده بالنسبة للموكل نيجي للمادة تسعين قالت ايه؟ دي اتعرضت في حالة انتهاء العمل الموكل فيه المحامي وأنه ما فيش اتفاق كتابي ما بينه وما بين الموكل على الأتعاب في الحالة دي المادة قالت فاكرتها الأولى عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق أو المستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعاد المطلوب من الأتعاب التي لم يتم سددها وفقا للاتفاق يبقى الفاكر دي اتكلمت في ايه؟ في أولها عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يبقى حقك هنا كمحامي مسجود بمستندات كتابي عقد أتعاب انت عامله بينك وبين الموكل قبل ما تقوم بالعمل هنا لو العمل انتهى والموكل انتنعين يديك أتعابك القانون هنا ادي لك الحق تحبس الأوراق والمستندات بتاعته تحت ايدك إلى حين ما تستوفى حقك ولو انت حصلت فلوس بناء على هذا الحكم اللي انت أخدته من جهة ما أو نفست على خصم موكلك اللي هو المحكم عليه بمجاب الحكم اللي انت أخدته من حقك تحجز نسبة من هذا المبلغ بما يعادل حقك لحين ما تستوفىها من الموكل ما قالكش ان انت تاخدها لكن قالك انت بتحبسها وتحتفظ بها عندك على زمية موكلك لانها تعادل حقك كأتعاب مستحقات عندك دي حالة اذا لم يكن هناك التفاق كتابي على الاتعار المدى تسعين فكرة تانية قالت ايه؟ قالت كان للمحامي ان يستخرج صور من الاوراق دي والمستندات قالت اصدح صندا له في المطالبة وذلك على نفقة موكله وبترجع له الصور الاصدية ده النص اللي هو موجود فيه قانون المحامل وحطت كتف الاخر ان يراعى ان حبس الاوراق دي ما يضرش بالموكل ولا يسبب له في اي ضرر او اي اجراء ممكن ان هو يعمله ما يتضرش ما يتضرش بسرعة لكن في نقطة مهمة المادة 246 من القانون المدني ودي بتنظم حق الحبس بصورة عامة قالت ايه؟ قالت ان اي واحد كان بعمل ليه ان هو يمارس حق الحبس على الشيء اللي موجود تحت ايده لحين ما يستوفى حقه فاحنا كمحامين بنستعمل النص ده ان انا من حق ان انا استعمل حق الحبس وتبقى النص المادة 246 مدني الى حين ما استوفى حقوقي من الموكل ده مفيش فيه اي مانع وبنوضح بالنسبة للمسئولية عن الاوراق والمستندات الاوراق اللي المحامي بيقدمها في المحكمة يفترض ان الاوراق دي فيه قارينة ان هو اخد الاوراق دي من الموكل الموكل بيجيلي في قضية فيه نزاع مبين ومبين حد تاني مؤجر ومستأجر مين اللي بيجيب لقص عدل الاجار؟ ما هو يا المستأجر يا اما المؤجر عشان يشتكي بيه فصاحب الدعوة غالبا هو اللي بيمد المحامي بالمستندات فاذا كان المستند ملك لصاحبه يبقى فين المسئولية اللي هي على المحامي لما هو بيقدم المستندات؟ المحامي هواش طرف اصيل في النزاع المحامي وكيل وبيحرك الدعوة باسم الموكل فيفترض ان الاوراق اللي بتتقدم دي منسوبة الى الموكل اللي سقدر يزبط بقى ان فيه تلاعب وان عدل الاجار فيه حاجة ويتلعب فيه او تم تغييره لازم هنا الموكل يزبط ان اصل المحرر كان كزا وان اتغيرت فيه الحقيقة بعد كده من الوكيل بتاعي وتلاعب في الورقة واتغيرت باي طريق من طرق التزوير بقت كده لكن طبعا حجزها او ان المحامي يحجزها احنا وضحنا النقطة دية من شوية وبنوضح نقطة تانية مهمة فيه احكام جنح للأسف صدرت من القاهرة ضد احد الزملاء لان الراجل كل اللي عمله ان هو مارس حقه في الحبس على الصيغة التنفيذية فاتفاجئة ان الموكل رفع لي دعوة بيتهم المحامي بتبديد الحكم بتاعه وان هو اضافه لزمته وده يشكل اضرار بيه والمفاجأة ان الحكم طلع بحبس المحامي في جريم التبديد في حين ان جريم التبديد هنا مش موجودة هل الحكم دوه يعتبر مال ما اعتبرش ان هو مال هل دلوقتي المحامي لما حجزه تحت ايده هل غير حياسته من حياسة نقصة لحياسة كاملة استحاله لان الحكم بيقصدر بيتهم صاحبه وواحد بس هو اللي معكمله وواحد بس هو اللي من حقه ينفيذه هو اللي بيطالب بتنفيذه يبقى انا لما هخلي الحكم معايا انا مخليه بمارس عليه حق الحبس لكن مش بضيفه لزمتي ولا اختلفته لنفسي ما هواش اموال ده احنا حتى وضحنا من شوية ان المحامي حبس جزء من الاموال المحكوم بيها عشان يمارس حقه في الحبس عشان ياخد اتعابه يبقى ده كان خطأ للأسف من المحاكم اللي هي بتعتبر ان الاحكام اللي صدرة للصالح اشخاص بعينها اذا المحامي مارس عليها حق الحبس بتعرض المسئولية في موجة الموكل وده طبعا مش صحيح وللأسف بنتعرض برضو لصورة سيئة يمكن كانت حصلة من سنوات اللي هم المحامين اللي ممكن بيرفع الدعوة بدون علم الموكل او بيقدمه السنهدات وبيشتكي ناس وهو الموكل ما يعرفش دي صورة من السهل لإثبتها وللأسف اذا اي حد خالف ضميره وعمل العمل الشائن ده بيحق للموكل ان هو يثبت انه فيش اي علاقة وما فيش اي صلة خالص ما بينه وما بين الراجل ده ولا هو قدم محامي يشتكي ولا يعمل حاجة لكن طبعا مع الوضع اللي هو حاصل مؤخرا ان اي دعوة تترفع لازم بيتقدم فيها صورة البطاقة بتاعة الموكل فبقى الحالات دي صعب عملا ان حتى اللي عايز يخالف ضميره يقدر ان هو يعمل كده لان انا هجيب منين بطاقة الموكل الا اذا كان هو اجيب اقراضته هو الطلب مني ان انا اشتكي وانا اللي ارفع القضية ده احنا حبينا ان احنا نوضحه ونتمنى التوفيق للجميع باذن الله كان معاكم فرج محمد علي المحمد بالنقض من الاسكندري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة